المباكرة غير وارد رئيس الدولة يستطيع ان اختيار شخص هنا او هناك مكانه مع تسيبي ليفني من هو الشخص اليوم حتى من داخل حزب الليكود الذي يستطيع ان يكون بديل لنتانياو ومقبول ويستطيع تشكيل اعتلاف حكومي انظر نتانياو منذ عشرين عاما ربما في الفكرة بالوسط كان هناك لكن منذ عشرين عاما يهتموا بان كل من كان جديا ويستطيع ان يكبر انه يقطع رئيس الدولة لذلك لا يوجد حتى الان في حكومته قائما باعمال رئيس الحكومة كي لا يكون هناك رجل تاني وريث لذلك ينزله وانزل واضطر قد عن ساعر للمغادرة من بقي اليوم في داخل الليكود هو اسرائيل الكاتس وهو الاقوى في المجلس المركزي لليكود لان المجلس المركزي لليكود هو الذي سيقطار مرشح الحزب الذي سيتواجه الى الرئيس ريفلين وهناك سيوكله الرئيس بتشكيل حكومة إذلك دعا ندعك من كل التنبؤات لو كنا اليوم يجب ان نتنبأ وان نعتقد نرجح يبدو ان اسرائيل الكاتس يملك افضل الحظوظ على الاقل في الفترة معينة رئيسا للوزراء